وخلينا نقول أن وزارة الشباب والرياضة نظمت احتفال رسمي لأعضاء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اللي اسمها الوادة الوكالة دي وكالة مهمة جدا وكالة رقبية ربما يعني لها سلطات على كل المباريات وممكن توقف مطشاط وتوقف فرق كاملة الوكالة دي جات مصر والتقت بمجموعة من الوزراء والتقت أيضا برئيس مجلس الوزراء دي كون وصفة مدبولي وكان فيه احتفال مهم جدا بيحمل مجموعة من الرسائل اللي بتأكد أهمية الدور اللي بتلعبه الرياضة وخصوصا لما تكون هذه الرياضة نظيفة وخالية من المنشطات عشان كده النهاردة في صباح الخير يا نصر هنتعرف عن دوافع هذا الاحتفال استقبال هذا الوفد أهمية هذه الفعالية مصر ممكن تستفيد إيه هنتعرف أيضا على الدور القوي اللي بتقوم بيه وزارة الشباب والرياضة لمكافحة المنشطات في كل الألعاب والرياضات المختلفة معنا في السوديو صباح الخير منورنا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة صباح الخير دكتور صباح الخير عليك وعلى كل ساد المشاهدين وسعيد أن أنا موجود معكم صباح الخير منورنا أهمية هذا الأمر وكالة يعني تعتبر الوكالة الرقبية الأولى في عالم الرياضة لها سلطة قوية جدا تقدر تخش على أي لعيب أي فرقة أي منتخب في أي رياضة علشان تعمل ده تيجي مصر إحنا استفدنا إيه حنعمل إيه نصقنا إزاي في بروتوكالات تعاون كلمني عن القصة طبعا مصر أصبحت قبلة لكل الاتحادات الرياضية والهيئات الرياضية العالمية ده بفضل إيمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة واعتبرها أمن قومي فكانت الانطلاقة اللي احنا شايفينها على جميع المستويات بداية من تطوير البنية التحتية الإنشائية اللي خلت مصر واحدة من أفضل دول العالم بالفعل استضافة لكل هذين وده بيأثر في الرياضة طبعا بشكل كبير جدا طريق المدشة رايح منتخبات وكمان الرياضة يعني خلاص بقت تساهم بشكل كبير جدا في دعم الاقتصاد الوطن طيب امتدادا لهذا النجاح واستمرارا لهذا النجاح دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة بيعكف دائما على التطوير بشكل كامل للحركة الرياضية المصرية واللي أصبحت بشكل كبير جدا دلوقتي واحدة بالفعل من أفضل الفترات اللي احنا بنعيشها على مستوى الرياضة منذ تاريخ طويل أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية وفي المنطقة فعلا استضافة أو مصر تقوم باستضافة مجلس إدارة الوادة بكامل هيئته برئاسة وطن بانكا اللي هو الرئيس لهذه الوكالة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وادة طيب أنا عايز حركت فاهمني بالروحة كده أنا مش فاهمة قوي دورها يعني الوادة عبارة عن هل هي دورها رقابي توعوي ردعي يعني فاهمنا أكتر كل ده الوكالة دورها توعوي في المقام الأول رقابي في المقام الثاني عقابي في المرتبة الثالثة هناك في كل الرياضات وعلى الجميع دي سلطة قوي جد وقفت روسيا في فترة من الفترات عشان اختار المنشطات واحنا كمان عقبنا كان في الأولمبياد كان في طبعا رفع الأسقال والحمد لله طبعا الإقاف في اتشال ولأوناش رجعوا وفازوا دلوقت وعملين أرقام هيلة جدا 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 طيب برضو نرجع المنظمة دي بتعمل ايه تاني خلال اجتماعها الأخير هنا امبارح واللي كان فيه كامل أعضاء المجلس الإدارة كان فيه من أهم ملفاتها هو التصويت على الدولة المستضيفة للمؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات واللي هيكون في عشرين خمسة وعشرين كانت منافسة شرسة وقوية بين ثلاث دول كوريا الجنوبية سلطنة عمان الدولة الشقيقة وفنلندا طبعا معظم الأصوات راحت لكوريا الجنوبية وتحديدا هتكون مدينة توسن اللي هتستضيف المؤتمر العالمي في عشرين خمسة وعشرين واللي هيكون لدور كبير جدا في دعم الرياضة العالمية من خلال تقديم عدد من الرسائل الهامة التوعوية واللي هيكون لها دور كبير جدا فيما بعد فيه على المستوى الحركة الرياضية العالمية طيب نرجع برضو مرة تانية ونوضح للسادة المشاهدين البداية كانت إيه البداية كانت مع تقديم ملف قوي جدا 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 لاستضافة هذه المجلس إدارة الوادة وكان فيه تنصيق ما بين وزارة الشباب والرياضة والنادو المصري اللي هو برضو منوت بمكافحة المنشطات ورفع الوعي لدى الرياضيين كمان احنا عندنا حاجة مهمة جدا وهي المعمل المصري اللي بيتبع القوات المسلحة واللي هيكون لدور كبير جدا وخد اعتماد جزئي احنا في انتظار الاعتماد الكلي من الوادة وان شاء الله ده يحصل كان فيه عملنا حفلة كبيرة ليهم في الألعة وانبهروا بشكل كبير جدا داخل الألعة كانت احتفالية حضر فيها رأساء للتحدات وعدد كبير جدا من السادة الأعلاميين والرياضيين وطبعا أشادوا كالعادة بدور مصري الكبير جدا في التنظيم ونجاح مصري تنظيميا وكمان الابهار اللي فعلا بتقدمه مصري لكل ضيوفها سواء في كل الاتحادات الراضية اللي بتستضيفها مصر كمان وطلد بنكا رئيس الوادة قال ان مصر بالفعل هي تعتبر واحدة من أعظم دول العالم تنظيما لمثل هذه الأحداث وده اللي أكد عليه خلال اجتماعه أمس واللي كان ليه دور كبير جدا ان الوادة تكون موجودة في مصر طيب اقتباسا من سؤال البسان اللي قالته ان احنا عدوارها ايه قلت لي في دور توعاول للوادة صحيح احنا بقى استفدنا ايه يعني بالتأكيد قامت بعدد من الجولات شافت اتحادات رياضية شافت بعثات رياضية فاحنا استفدنا منهم في ايه قالولنا ايه الابديتس الجديدة في عالم الطب الرياضي عاملة ازاي كل اتحاد بيبقى ليه كود الكود ده اللي هو الخاص بالضابط والمعايير لكل الاتحادات الرياضية اللي من شأنها بيكون هناك يعني عاق احذر العقار ده او خد بالك ان الاكل ده ممكن يبقى فيه نوع من انواع المنشطات المحظورة فبالتالي بيبقى ده الدور التوعاوي واللي بتقوم بيه بشكل كبير جدا النادو المصري هنا من خلال الاكواد اللي بتكون خاصة بالانتي دوينج داخل الاتحادات الرياضية وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للطب الرياضي بتتعاون مع اللجانة الطبية في الاتحادات الرياضية وكمان بتتعاون بشكل مباشر مع النادو المصري اللي تم تشكيل مجلس دولارته بشكل جديد واللي تم كمان تغيير استراتيجية العمل فيه عشان يكون عندنا ورش عمل عشان يكون عندنا دورات خاصة لكل الرياضيين على مستوى الاتحادات سواء قبل البطولات القرية او حتى قبل البطولات الدولية واللي بنعقدها بشكل مستمر واللي بنلف في كل حتة في مصري عشان نقدر نوعي الرياضيين وخصوصا اللي أبطال مصر الرياضيين في مختلف عدد منها الألعاب سواء الأولمبية او غير الأولمبية واللي بيكونوا مقبلين على بطولات قرية او عالمية نحن نكلم عن اعتماد المعمل المصري بالنسبة للوادة عايزة عرف كمان المعامل الافريقية عاملة ازاي يعني جودتها مصر دلوقتي ان شاء الله يعني انا متفائل جدا وان شاء الله قريبا جدا هناخد الاعتماد المعمل موجود في مركز الطب العالمي بيتبع القوات المسلحة وان شاء الله هيكون فيه اعتماد كل قريبا لهذا المعمل واللي بيتم اعتماده بشكل رسمي لسحب عينات الرياضيين عينات الدم الخاصة بالتحليل طبعا أنا عايز أرجع برضو لنقطة مهمة جدا اجتماع مجلس إدارة الوادة مع الدكتور مصطفى همدبولي في مقر مجلس الوزراء أمس وكان اجتماع مهم جدا 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 يمكن اشهد الدكتور مصطفى مدبولي بوجودهم هنا في مصر ودعمهم كمان للرياضة المصرية واشهدتهم بالدولة المصرية في التنظيم الكبير ومصر بالفعل بتقدم لهم كل الدعم احنا بنقدم الدعم لكل الاتحادات الرياضية لكل المؤسسات الرياضية العالمية خلاص فيه ايمان قوي بالرياضة المصرية واللي أسبحت على الطريق الصحيح من جانبه وطل دبانكا قال كمان ان هو مبسوط جدا ان هو موجود في مصر وولاقة دعم كبير جدا وان شاء الله في القريب العاجل هكون فيه اعتماد للمعمل المصري ان شاء الله وهياخد الاعتماد لكل طيب في مصر هنا احنا ايه هي الجهة الربقبية في وزارة الشباب بالرياضة اللي يعني بترائب اداء اللاعبين في المنشطات يعني الوادة بنتكلم في انها جهة دولية في مصر هل فيه مكتب للوادة ولا فيه رقابة من وزارة الشباب بالرياضة النادو المصري هو المنوط بالرقابة على الرياضيين وامتبعتهم بشكل دوري وكمان هو مش هم مش بيتصياد لهم الاخطاء بالعكس ده هو بيدعمهم وفي الاخر عقاب بيدعمهم وبيتبعهم بشكل مباشر وكمان بياخد منهم عينات بشكل مستمر وبشكل مفاجر طيب اللاعبة بيثبت عليهم ان هم واخذين منشطات فيه ضوابط فيه ضوابط ومعايير وفقا للأكواد اللي بتطرحها النادو من خلال الضوابط والمعايير اللي بيضعها الوادة المنظمة الدولية المكافحة المنشطات وبناء عليه بتتم العقوبة طب احنا بنعمل ايه علشان يعني ناخد هذي العينات وعشان نوعي وعشان نقولهم يعني انا جهدي ايه كمصر علشان مهم جدا السؤال ده احنا كمان من خلال وجودنا هنا معاكوا احنا عايزين نوعي كل الرياضيين يعني احنا عايزين رياضة خالية نظيفة خالية من المنشطات يعني الاهتمام بنوع الغذاء واللي بيبقى مقرر من خلال النادو بشكل معين مع اللجان الطبية وكمان الاتحادات الرياضية رقم اتنين النادو المصري بيعمل دورات وبيعمل حملات توعوية يريد يكون التزام بها كامل عشان كمان نكون احنا يعني ما ينفعش ما ينفعش مصر بيسمها الكبير والتطوير اللي عايش فيه دلوقتي حاليا ان احنا نتوقف مرة تانية زي ما حصل مع رفع الاسقان الوادى ساعت بتعمل عندها عناصر كده يمكن مختلفة شوية ممكن اللاعب ما يبقاش عارف مثلا وياخد دوا برد في عنصر من العناصر دي هل فيه تعاون مع من الوادى والنادو؟ هو ده اللي احنا بنأكد عليه فيه تعاون بالفعل وفيه نشرات دورية مستمرة بيكون فيها يعني بيكون فقط توضيح شامل لكل الادوية اللي كمان يجب على الرياضة ان يتناولها اذا حصل لدور برد زي ما حضرتك قلت يعني كل الشكر لك الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة على وجودك معنا شكرا لكو وشكرا لكل السادة المشاهدين شكرا لعليك يا فاند شكرا لك